ماذا تعرف عن جماعة سكان تزي الكوكب؟ دول اللي بيعتقدوا ان هما بيفهموا في الفلك وفي الابراغ ماشي؟ يكلموك عن البرج الشمسي والابراج الشمسية جماعة الفيسبوك خد بقى عندك جماعة طجة لبنان وطجة سوريا وطبعا انتوا عارفين الاسماء اكتب عندك في سوريا هيبا مبارك اكتب عندك في لبنان الاستاذة الدكتورة كارمن شماس الاستاذة الدكتورة بعد كارمن شماس تيجي الاستاذة الدكتورة ماجي فرح وحظك اليوم وتوقعات البرج الشمس ليه لنهاء حظك اليوم توقعات البرج الشمس انت يا برج القوس هتكون النهاردة حزين انت يا برج القوس بكرة هتسافر انت يا برج القوس انت يا برج البتنجان توقعات برجك اليوم وحظك اليوم وبختك اليوم هؤلاء الذين جعلونا اضحوك وخربوا بيتنا وبيت اللي جابونا هؤلاء لم يقدموا الشيء الكثير في الخرائط الفلاجية دول يعني دول جماعة الفيسبوك انت بتحتاج تروح هناك ليش عشان تطلعهم من المستنقع يعني انا رايح هناك ليش زكتنا عن صحتي يعني انت بتدخل في وسط في قعر النجاسة انت داخل هناك في المستنقع انت داخل الفيسبوك حيث الجهل والغباء والرجعية والتخلف والتعريص وكل القرف اللي في الحياة موجود في الفيسبوك يعني المستنقع بتاع كارة افريقيا والمستنقع بتاع منطقة الشوام والمستنقع اليمني والمستنقعات انت فاهم مستنقعات الدول الاشتراكية الفشلة المستنقعات موجودة في الفيسبوك فالجماهير الغفيرة التي تجادل والتي لا تفقه شيء وعيها منخفض وبس يتكلم عن الفلا يا عم تتكلم عن الخريطة الفلكية ما يعرف برجك الباطني احسب اسمك واسممك وده برجك الباطني شكر ده اخر وعي وعلم الحرف والاسماء والتطييص ده بتاعهم التطييص دي فانت محتاج تطلعه منطز الكوكب وتخلي بين آدم بيعرف يرسم الخريطة الفلكية يا بني آدم اتعلم كيف ترسم الخريطة الفلكية يا بني آدم اخرج من ديك ام المستنقع اخرجه من ديك يا آدمي اخرج من ديك ام المستنقع اخرج من ديك ام المستنقع بتاع الابراج الشمسية وحزك اليوم وبختك اليوم والتوقعات اليومية للابراج كلمنا عن الخريطة الفلكية والدلالات الموجودة في الخريطة الفلكية فيش الكلام ده فيش الكلام ده عم الحاج فيه تعريص فيه قلة ادب فيه سفالة اه دي ابن الكلب. اه دي ابن الكلب انت وهو. اللي عايشين في كوكب. عايشين في المستنقع وفي الجحيم. وفي الاخر في الاخر انت بتتورط عندما اه تورط الانسان اه كيف تتورط مع الاشكال دي. ورطة. ورطة قسم بالله ورطة. انت انت حسس ان انت بتكلم زومبي وكائنات فضائية. وبتكلم ناس عايشين في عصر حجري. عايشين في اخر العالم وعايشين اه يعني عايشين في كوكب. لا اصلي الناس ما تعرف. طب انت إنشر الرموز بتاع الكواكب والرموز بتاع الخريطة الفلكية عرف ديك أم الناس عن ديك أم ساعة الولادة وخلي الناس تسأل عن ديك أم ساعة الولادة وديك أم دقيقة الولادة عشان يعرف البرج الصاعد ويعرف يرسم الخريطة الفلكية ما يعرفوش لم يسمعوا قطأ بالخرائط الفلكية لم يسمعوا إن في حاجة أسمع خريطة فلكية وشكل السماء في يوم الولادة وساعة ودقيقة الولادة لم يسمعوا باختراع اسم البرج الصاعد من ساعة ودقيقة الولادة لو ما عندكش هتضطر انك تسأل ابوك أمك وأهلك لو ماتوا خلاص هتضطر انك تعمل تصحيح لساعة الولادة عن طريق انك تجمع الأحداث اللي في حياتك لو حياتك ما فيهاش أحداث هتضطر انك تعرف من خلال الصفات وتعرف من مواقع الكواكب في البيوت فدي محتاجة واحد يقعد معاك ونقعد نتكلم في القصة دي وقصة صعبة يعني تصحيح تطالع مجهود ابن 66 كلب مجهود مزعج ومجهود مجرف ومجهود بيستهلك طاقة ووقت ومجهود فهمت فهم بقى سكانتزي الكوكب البدائيين جدا اللي عايشين في الجهن وفي الظلام والمشكة ان هما بيعتقد ان هما يعرفوا شيء يعتقدوا ان هما يعرفوا شيء عن الخارجة الفلكية دي نكبة دي كارثة دي مصيبة هما بيعتقد ان هما عارفين حاجات ان الفلك وتلاقيهم سمين نفسهم ملكة الفلك هما بيعتقد ان هما فهمين جدا ومتمكنين قوي في الخارجة الفلكية يعني هو ملك الأبراج وملكة الأبراج وفايلسوف الأبراج وأستاذ الفلك وأستاذة الفلك هو ما يعرفش المنازل القمري قسم بالله مو حافظ أسماء المنازل القمري وما يعرفش كيف يرسم الخريطة الفلكية وما يعرفش كيف صحة حطالح وما يعرفش معلومات دقيقة عن الخريطة الفلكية ولا يعرف يرسم يعني أنا سأقوم بحملة ممنهجة شاملة كاملة متكاملة يعني من أجل رفع ديك أم الوع ديك أم الوعي العربي ورفع ديك أم بعد ما خسفوا بي الأرض فشخوا الوعي العربي هو كان مفشوخ يعني من أيام كرمن شماس والشيخة ماجي فرح هو الوعي الفلكي مفشوخ تب كلم من متابعينك يرسموا خرايته يلا كل متابع يرسم خريط تب يدينا دلالات الزواج والطلق في الخريطة الفلكية يدينا دلالات الصفر في الخريطة الفلكية يدينا دلالات المرض في الخريطة الفلكية يدينا دلالات الشهرة في الخريطة الفلكية يدينا دلالات السجن في الخريطة الفلكية يلا يدينا دلالات في الخريطة الفلكية يلا اديني دلالات انا عايز دلالات انا دلوقتك محمد انا مستعدة اكتب لك شوات دلالات يلا اديني دلالات الزواج المتعد اديني دلالة كثرة الاولاد في الخريطة الفلكية اديني دلالة العمل في السحر والجن في الخريطة الفلكية اديني دلالة ان الشخص يكون روحاني في الخريطة الفلكية اديني دلالة العمل في الاستخبارات والمباحث في الخريطة الفلكية هالدلالة فين الدلالات اديني دلالة الجمال في الخريطة الفلكية ديني دلالة القبح في الخريطة الفلكية عايزين دلالات يا جدعاء عايزين ديك أم دلالات في الخريطة الفلكية ما فيه ما فيه هم ما يعرفوش أصلا يعني خريطة فلكية عايزهم يعرفوا كما الدلالات الموجودة في الخريطة الفلكية وحكام البيوت واتصالات حكام البيوت وانتقالات حكام البيوت في الخريطة الفلكية هو أساسا مش عارف أن فيه حاجة اختراع اسمه الخريطة الفلكية ولا عارف البيوت ولا عارف حكامها ولا عارف اتصالاتها ولا عارف انتقالاتها ابيض يا وارد لسه على الحميد المجيد انت يعني انت لما بتنزل الى هذا المستوى الجاهل دمك بيتحرق واعصابك بتتلف وتضطر اعصابك بتتلف وتضطر بقى انك تقعد تشرح تضطر بقى انك تقعد تشرح اشرح بقى اشرح بقى ابتدي بسم الله الرحمن الرحيق يعني ايه كواكب بسم الله الرحمن الرحيق كيف تستخرج الخريطة الفلكية لو ما عندكش لسه ساعة ولادة يعملها ان انت ان انت مش عارف ساعة الولادة طيب بعدين خلص اوكي عرفنا ان انت مولود متى وعرفنا ساعة الولادة وعرفنا اوكي يلا نصطلح على نظام تقسيم بيوت الخريطة الفلكية الهول ساين او اكوال فروم اس سي اكوال فروم ام سي ما بناخدوش نظام بلا سيديوس نظام مش عارف ايه يلا اصطلحنا على نظام تقسيم بيوت الخريطة الفلكية خلاص عرفنا نظام تقسيم بيوت الخريطة الفلكية عرفنا القصة دي يلا بعد نظام تقسيم بيوت الخريطة الفلكية يلا الحكام سبعة ولا عشرة لا الحكام سبعة هتشتغل بنظام توروبيكال ولا سيديريا لا هنشتغل توروبيكال هتشتغل بكم كواكب خمس كواكبات بلس جونو فيستا سيرياس كايرون طيب هتاخد اتصالات حكام الاوتاد اتصالات الاوتاد مع الكواكب لا في تفاصيل في الخريطة الفلكية في تفاصيل كتيرة جدا كمان في تفاصيل كتيرة كتيرة هتشتغل بهندي ولا غربي في تفاصيل كتيرة فطبعا اخواتنا في الاسلام وفي الايمان المجحومين دول جماعة الفيسبوك المجحومين اللي عشين في طوز الكوكب دول ما يعرفوش حاجة دول في الجهل جماعة التطييز بتاع برجك الباطني دول المطيزين دول دول مفيش دول مفيش دول على الحلال الحرم ده دماغه في قطيص ده ما خلاص ده خلاص خلاص عليها ده علي العوض منه العوض دول اللي عايشين في الجحيم وفي العذاب المقيم دول لازم تكثف كل يوم تعمل عنهم فيديوهات تلعن قبل نفضهم عشان يعرفو كمية الجهل وكمية الخراب وكمية العبط والهبل في الجبل اللي هم عايشين فيه بس يا انت بتحاول توضح لهم هم فين عايشين